أعمال للقمة العربية العيدية في دورتها الاثنان وثلاثون والتي ترأسها اليوم سيدي صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد مسلمان نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله بحضور أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العضاء حيث ناقش أصحاب الجلالة كذا واضح حيث ناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أبرز القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالعالم العربي والتي تمس أمن الدول العضاء ومصالحها المشتركة وأسفر عن القمة إعلان جدة تأكيداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في حشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتضمن إعلان جدة متابعة التطورات والإحداث الجارية في جمهورية السودان وضرورة وقف الاقتتال لعودة الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وهمية إيجاد حل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتم الترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي تضمن استئناف مشاركة بفهوف الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي وتضمن الإعلان عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدافع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وابرزها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية ومدار الثقافة والمستقبل الأخضر مبادرة إنشاء حاويات فكرية للبحوث والدراسات بالاستدامة والتنمية الاقتصادية ونؤمن من الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالج التحديات قادرة على توطين التنمية بما يتطلب من ترسيخ التضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتضرعات الشعوب العربية ومن هنا فإنا أيضاً نرحب برسائلة الفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورسائلة الرئيس الصيني شي جينبين الموجهة إلى القمة كما أننا استمعنا إلى كلمة فخامة الرئيس الأوكراني الذي حضر بدعوة من المنملكة العربية السعيدية لهذه القمة وأتقدم بجزيل الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ما بذلته من جهود كبيرة خلال قيادتها لأعمال الدورة الماضية الـ 31 والتي تكللت والله الحمد بالنجاح والآن يصرني أن أعطي الكلمة الأخي معالي الأمين العام فليتفضل معالي شكراً صاحب السمو في البداية ينبغي أن الإنسان يعبر عن عميق الشكر لخادم الخرمين الشريفين ويعبر عن عميق الشكر للإدارة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المملكة بزلت جهداً طيباً للغاية ووضعت الكثير من الموارد والإمكانيات في خدمة هذه القمة والحقيقة حققت الهدف المطلوب منها تماماً القمة اتصفت بصفة يعني أنا مضى علي عدة قمم الآن هذه ربما القمة السادسة أو السابعة لكن هذه القمة اتصفت بصفة واضحة للغاية وهو التوافق لقبل القمة وخلال عمليات القمة وفي خلاصاتها الاجتماعات كانت اجتماعات سالسة وهادئة ولعل الجميع لاحظوا أن القمة ما استرخدشه فترة طويلة في بحث هذه القرارات ولا الاجتماع الوزاري ولا حتى اجتماعات المندوبين القمة صدر عنها بعض القرارات الهامة أهمها في تقديري هو القرار الخاص بعودة سوريا له رمزية واضحة للغاية اتصالا بموضوع عودة سوريا فوضح لي شخصيا أن هناك رغبة وعزمة أكيد أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية واستعادت سوريا لدورها الطبيعي في المنظومة العربية وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بهذا البلد العزيز علينا جميعاً نحن كعرب وبالتالي سوريا تحتاج لمساعدة أخوتها وهي في نفس الوقت ينبغي أن تتفاعل مع هذه الخطوة التي قامت بها المجموعة العربية الأزمات العربية احتلت مكاناً مهماً على أجندة هذه القمة هناك شعور واضح أن العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية وعدم تركها إطلاقاً للقوى الأجنبية أو الإقليمية هناك أيضاً إحساس بحالة من الهدوء مع الجوار العربي ومن يرصد القرارات الصادرة عن القمة في علاقات الجوار العربي مع دول العربية يجد أن هناك تهدئة والقمة والجانب العربي بيطرح التهدئة وينبغي أن تلتقط الخيط دولتي تركيا وإيران تحديداً لأنه كان هناك قرارات وتم تهدئة هذه القرارات وإعطاء الفرصة لدول الجوار لبدء صفحة جديدة القضية الفلسطينية كانت على رأس النقاشات ووضحت في كافة التدخلات والقرارات الصادرة عنها وهناك تمسك بمبادرة السلام العربية وهناك جهت بزلته المملكة منذ ستمبر الماضي وشاركت فيه الجامعة العربية وذهبنا إلى نيورك وعقدنا اجتماعات مع المجموعة الأوروبية ومع الدول الدائمة العدوية في كيفية احتفاء بمبادرة السلام وبمناسبة مرور عشرين عاماً عليها ثم عدنا مرة أخرى إلى بروكسيل وهناك رغبة أكيدة في تنشيط التحرك في إطار مبادرة السلام العربية الموضوعات الاقتصادية لقيت اهتمام ومن يتابع هذه القرارات يجد أنها فعلاً يعني القرارات الصادرة عن القمة أن الموضوع البعد الاقتصادي والاجتماعي بيعظى باهتمام كبير في الخلاصة أود القول أن هناك حيوية وحركية جديدة في العالم العربي نتطلع جميعاً بأن تكون هذه القمة قمة جدة بداية لأن يأخذ العرب أمورهم بأيديهم ويتحركوا بإرادة جماعية لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية الحقيقة المنطقة العربية مرت بربما عقد كامل من الصعوبات وهي في طريقها أو آمل أنها في طريقها إلى الخروج من هذه الصعوبات فكل الخير وأنصح الجميع بإعلان بقراءة إعلان جدة باهتمام لأنه من يطلع على القرار على الإعلان هيجد في صدر الإعلان القضية الفلسطينية وده شيء يعني اللي أعدوا هذا الإعلان كان لديهم اقتناع كامل بحيوية هذه القضية خصوصا في هذا التوقيت تحديدا الذي يضغط الجانب الإسرائيلي بكل التشدد وبكل العدوانية وبكل التطرف على الفلسطينيين شكرا جزيلا سمو الأمير على كل شيء شكرا معالي الأمين العام ومعاليه مرتبط برحلة فنحاول إذا أمكن أن نختصر قدر المستطاع لكي لا نخسر وجوده معنا نعطي السؤال لقناة القاهرة الإخبارية أمل الحينوي من القناة القاهرة الإخبارية سؤالي لوزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان لماذا اخترتم للقمة عنوان التجديد والتغيير وأيضا هل يمكن أن تكون ظروف مهيئة أن تصديف بلد عربي يعني البرهان وحمتي على مئدة حوار واحدة خلال الفترة القادمة سؤال الأخير لمعالي السيد أحمد أولغيت لأمين العام للجماعة العربية بالنسبة لأوضاع في السودان كيف ستكون أليا تعمل اللجنة الوزرية العربية المكلفة بالحوار مع الأطراف خلال الفترة القادمة شكرا شكرا جزيلا القمة قمة جدة بالنسبة للطرفين بالنسبة لما يحصل في السودان طبعا نعمل في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على تهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة إنسانية بعد أن صدر إعلان جدة للاتزامات بالمبادئ الإنسانية والآن نطمح أن نصل قريبا إن شاء الله إلى هذه الهدنة وهذه الهدنة تؤسس لما يأتي من بعدها من حوار نعمل من خلال الوصول إلى حل لهذا النزاع لكن التركيز الآن هو على الوصول إلى هدنة إنسانية تتيح للمواطنين السودانيين التنفس قليلا وأن يصلون إلى حاجياتهم الإنسانية المباشرة الوضع في الخرطوم ومناطقها في السودان الحقيقة مؤسف للغاية ولذلك من المهم أن نصل الآن إلى هذه الهدنة ومن هذا المنبر أدعو الجميع الأطراف في السودان إلى التحرب المسؤولية والجنوح إلى الحوار والابتعاد عن استخدام السلاح لحل الخلافات لأن من يدفع الثمن هو المواطن السوداني قبل كل شيء يعني هو لجنة التواصل أو آلية التواصل اجتمعت أول أمس سمو الأمير مع وزير خارجية مصر مع أمين عام الجامعة العربية واستمعنا لتقرير الحقيقة ممتاز لجهد المملكة السعودية في السعي بين الطرفين لتحقيق وقف إطلاق نار ثم الانتقال إلى هدنة مفتوحة ثم بدء البحث في صلب التسوية أتوقع أنه تكون لدينا لقاءات أخرى في هذا السلاسي المملكة السعودية الأمانة العامة وجمهورية مصر العربية نأمل أن الأمور تتحرك إلى تسوية أو تسوية الوضع بشكل إيجابي المؤسف والمزعج واستشعرت هذا في حديث الجميع اليوم هو الأسى لشعب السودان لأنه الشعب يعاني وهناك مصالح طيقة تدفع بمصالحها المستمر تأتي المايك هنا إلى صحيفة الشرق الأوسط مساء الخير عبدالهادي حبتور صحيفة الشرق الأوسط سؤالي سمو الأمير تحدثتم عن مبادرات سوف تعمل عليها المملكة خلال رئاستها للقمة العربية بشأن التنمية المستدامة لو تحدثنا بشكل أكبر عن المبادرات التي ستتركز عليها المملكة السؤالي للمعالي الأمين العام يتعلق بهناك توجه عربي في الفترة الأخيرة لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي هل سنرى دور أكبر للجامعة العربية في حل النزاعات في الملفات أو في النزاعات العربية خلال الفترة المقبلة؟ شكرا جزيلا شكرا والحقيقة هي نقطة مهمة موضوع المبادرات التي قدمتها المملكة تأتي بكثير من عناصرها مستوحى من مستهدفات رؤية 2030 وتركيزها على التنمية المستدامة من أهم المبادرات التي طرحناها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية العالم العربي عنده قوة شرائية هائلة وعنده فرصة كبيرة للاستفادة من هذه القوة الشرائية لتعزيز استدامة الأمن الغذائي عنده وإحنا في المملكة العربية السعودية تعرفون أن نركز دائما على أن نعالج التحديات عن طريق فكر اقتصادي حديث أن نعتمد على الاستدامة الاقتصادية وهذا يعني أن نبني مبادرات في أساسها مبنية على تصور استثماري ممكن أن يحقق عائد من خلال استغلال سلاسل الإمداد بشكل أكثر فاعلية يحقق لنا فوائد كبيرة نستطيع فيها نعزز الأمن الغذائي العربي في أيضا مبادرة إنشاء حاويات فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة التنمية حاوي فكري بمعنى تينك تاك وهذا نهدف منه أيضا أن يكون الحوار عن الاستدامة الاقتصادية في العالم العربي متبناه داخل العالم العربي ونكون نحن متصدرون لفهم ما هو في مصلحة اقتصاداتنا كيف نبني اقتصادات أكثر استدامة وكيف نحفز الحوار الاقتصادي العلمي في هذا الجانب أيضا في مبادرة وهذه المبادرة الحقيقة مهمة جدا مبادرة البحث والتمييز وصناعة تحلية المياه وحلولها كثير من دول العامل العربي تعاني من شح في مصادر المياه ويعني التقنيات في هذا المجال تتقدم بشكل سريع وكلما استطعنا أن نتصدر في العالم العربي لتطوير هذه التقنيات واستثمارها بالشكل الصحيح كلما استطعنا نعزز الأمن المائي العربي ويعني من المهم أن لا نعتمد على الآخرين يعني لا نريد أن نستورد كل تقنياتنا وكل احتياجاتنا فيما يتعلق بالأمن المائي من العالم غربا كان وشرقا والمملكة تحقق قفزات مهمة في تطوير منظومة المياه لديها وعندنا تجارب نيرة سواء في التحلية أو في حتى ضبط الهدر المائي نستطيع أن نشاركها مع بقية الدول العالم العربي والعالم العربي أيضا له تجارب ويوجد مراكز علمية فاعلة حول العالم العربي لو استطعنا أن نجيش هذه الخبرات ونسخرها لمعالجة هذا التحدي الكبير سنستطيع أن نكون مركز العالمي في تطوير التقنيات المتقدمة لمعالجة موضوع الشخص المياه أيضا لدينا مبادرة تعليم اللغة العربية وغير الناطقين بها اللغة العربية هي ما يجمعنا وهي ما يسمعه مننا العالم ونريد أن يسمعنا العالم بلغتنا لا أن نترجب أنفسنا لهم وهذا له جانب ثقافي له جانب قوة ناعمة كما يسعون لك له جانب أيضا اقتصادي يعني كلما استطعنا أن ننشر اللغة العربية حول العالم كلما استطعنا أن نفتح آفاق جديدة للمحتوى العربية المحتوى الفني والمحتوى الثقافي وهذا أيضا يدعم وجودنا حول العالم نجد لغات كثيرة منتشرة اللغة العربية في رأي المتواضع هي أجمل اللغات ولذلك تستحق أن يكون هناك جهد كبير لنشرها حول العالم هناك أيضا مبادرة حول الاستدامة الثقافية وأمور أخرى مبادرة لكن هذه المبادرات الحقيقة المهمة التي نعمل عليها يعني للرد على مراسل الشرق الأوسط يعني طبعا ينبغي الاعتراف أنه غالبية المشكلات العربية أو الأزمات العربية كانت تعالج على مدى العشرة أعوام الماضية أو أكثر خارج الإطار العربي وبالكاد كانت المجموعة العربية أو الدول العربية تدفع فيه أو تشارك فيه ومع ذلك يلاحظ أنه قرارات اليوم على سبيل المثال في لجنة من خمس دول خاصة من خمس دول الأمانة العامة خاصة بسوريا ولجنة أخرى خاصة بالسودان هناك تفاعل من الجامعة العربية مع الأزمة الليبية في الإطار الدولي وبالتالي سوف هذه اللجان سوف تعمل ولدي بعض المعلومات التي تؤشر إلى أنه اللجنة المعنية بسوريا سوف تجتمع قريبا وهناك دعوة بدأ الترويج لها لعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل أتصور أنه موضوع سوريا سوف يحظى بأولوية والقرار يتضمن إشارة واضحة أنه السعي نحو التسوية التدريجية للوضع السوري من خلال خطوة مقابل خطوة هذا يتطلب نقاش مع الحكومة السورية دعتي المايك سكاي نيوز سلام عليكم حمد المحمود من سكاي نيوز عربية سؤالي موجه لمعالي الأمين حالة التعافي العربية التي نشهدها الآن ترى هل ستشكل ربما عائق في سبيل تطوير العلاقات العربية الأمريكية في الشقة الآخر أيضا من السؤال هل هناك جهد دبلوماسي عربي تخطط له الجامعة العربية للقيام به لتجاوز أزمة عودة العلاقات السورية العربية مع الجانب الأمريكي والأوروبي كون أنهم لديهم موقف مغاير من عودة سوريا إلى الحضن العربي الحقيقة سؤال هام للغاية أنا شخصيا أنا شخصيا كأمين عام للقامعة العربية أتصور أنه يجب أن نعمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية لهذه الخطوة تحديدا خطوة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لأنه هذا أيضا أمر خاص بالعالم العربي بالدول العربية بالشأن العربي إذا دولة منشئة للجامعة العربية دولة من السبع الأصليين استعادت مقعدها فهذا شأن عربي نحن أتصور أنه علينا أن نسعى لإقناع القوى الأخرى بصحة المنهج العربي وأنه هذه إرادة عربية ولا نسعى لصدام أو اختلاف مع القوى الخارجية هناك اجتماع قادم بين المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية مقرر له في تاريخ ما في القريب العاجل أتمنى ألا تقرر القوى الرافضة لهذه العودة أن تقاطع هذا الاجتماع أو أن تقول أننا لا نرغب فيه لأنه إذا كان هذا الأمر كذلك فدول مجموعات كبيرة يعني المجموعة العربية 22 دولة المجموعة الأوروبية 27 دولة أو 28 دولة يعني سوياً بيشكله ربع عضوية الأمم المتحدة فنحن نرغب فيه إقامة العلاقات الطيبة مع الجميع وآمل أن الجميع يتفاعل مع هذه الرغبة نعطي المايك للقناة الأخبارية السورية ربع الحجة للإخبارية السورية سؤال لمعالي الوزير بداية في ظل مناخ دولي بات يتجه نحو التعددية القطبية ويدفع كثير من الدول للتحرر من ضغط الإملاءات الخارجية التي كانت تحد ثقف قراراتها وربما خياراتها سؤال إلى أي حد ساعد التحرر من سطوة الإملاءات الخارجية هذه الدول إلى ربما بناء سياساتها على أساس المصلحة القومية وليس على أساس مصلحة الخارج أو الآخرين وهل هذا ما عجل في إعادة لم الشمل العربي وفك ربما طوق القيود الغربية وساعد في إيجاد آلية تفاعلية للجامعة العربية ولماذا دمت دعوة ذلنسكي اليوم إلى الجامعة العربية أو إلى هذه القمة؟ هل هناك من مدلول سياسي أردته السعودية؟ سؤال للأمين العام لو سمحت كثير من الشارع العربي لم يعد يتابع قمم الجامعة العربية لا اعتبارات كثيرة اليوم كيف تعيدوا إقناع هذا الشارع بأن الجامعة تغيرت؟ لا أتفق مع هذا السؤال إطلاقا لكن هناك الكثير من الأراء في الشارع أني خرأت مئات المقالات ومئات الأراء والرؤى والاهتمامات العربية في الإعلام العربي على مدى الشهر الماضي بشكل يعني كنت ألهس وراء الإعلام الذي يهتم بهذه الجامعة وبالتالي سيدتي هذا المؤتمر بهذا الحجم بهذا الاهتمام يعكز اهتمام المجتمع العربي بالجامعة العربية أنجي لديك رؤية أخرى خلاص السؤال انتهى وقوبت عليه المايك لقناة الجزيرة يعني أنا بابني على اللي قاله أخوي أحمد أعتقد أعتقد الجامعة العربية مثبتة فاعليتها وتفاعل الدول العربية مع بعضها وتصديها لملفاتها وتصديها لمواقفها بشكل مستقل واضح للعلام وأعتقد الطرح حول تجاذبات أو إملاءات وكذا هذا من الماضي وليس أصلا مكانه هنا ولا هو وقته المهم أن نركز على الإنجاز ورأينا في هذه القمة أن مجموعة الدول العربية مهتمة بالإنجاز ومهتمة بالنظر إلى المستقبل قناة الجزيرة تفضل بدرب عن قناة الجزيرة السؤالي سمو الأمير فيصل وفرحان هل من تطور في المباحثات السودانية تجري في جولتها الثالية هنا بين أطلاف النزاع يمكن الحديث عنه توافق حول رقائط معين ربما إعلان قريب بهذا الخصوص شكرا المحادثات جارية بالفعل الآن هنا في جدة الجهد متواصل هناك تقارب نوعا ما لكن من المبكر أن نتكلم عن انفراجة أو عن وصول إلى اتفاق نلمس من الجانبين استشعار لخطورة الوضع واستشعار لمعاناة الشعب السوداني ونأمل أن يتترجم استشعارهم هذا لمعاناة الشعب السوداني إلى تغليب الحوار والابتعاد عن القتال وتسخير ما يلزم من وقف الاطلاق النار وثم حوار سياسي للوصول إلى حلول ترفع عن السودان هذه العزمة الخالقة نجي نجي لأحمد موسى رافع إيدو أحد الأعلمين حاضر يعني عنده واصلة فشي نسوي طيب حاضر مساء الخير سمو الأمير معالي الأمين العام أولا كل التحية للجامعة العربية وكل التحية لأشقانا في سوريا نحن جميعا نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية كنا نطالب دائما بعودة سوريا للجامعة العربية ولكن لا نريد خلافا على الإطلاق الجامعة العربية والأمين العام للجامعة العربية واحد من أهم الدبلوماسيين في العالم العربي لا يليق أبدا في مؤتمر صحفي عالمي يتم الحديث بهذه الطريقة مع الأمين العام لجماعة الدول العربية نحترم أشقائنا في سوريا والجميع ولكن سؤالي أيضا لسمو الأمير ومعالي الأمين العام ربما زيارة أو الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي هل معناها أن العالم العربي اتخذ من مصار الحياد مصار آخر هو الانحياز إلى أوكرانيا على حساب روسيا وماذا عن علاقتنا مع روسيا وهذا هو سؤال مؤقل اسمه الأمير ومعالي الأمين العام شكرا بالتأكيد يعني دعوتنا لفخارة الرئيس زيلينسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف واتخذت الدول العربية منذ بداية هذه العزمة موقف الحياد وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي كنا منخريطين في فتح الحوار مع الطرفين أملا في أن نستطيع أن نصل إلى سبيل يفتح الباب للحل من خلال الحوار قناعة كل الدول العربية أن هذه الأزمة لن تحل إلا بالحوار والحوار بالتأكيد بين طرفين النزاع الرئيسيين وهما روسيا والكورانيا وهذا يستلز بالتواصل مع الجميع والسمع من الجميع ولا شك أننا حريصون كل الحرص على علاقتنا مع أوكرانيا كل الدول العربية تقريبا لديها علاقات ممتازة مع أوكرانيا تسبق هذه الأزمة كما أننا حريصون ومهتمون بالحفاظ على علاقتنا مع روسيا التي أيضا أغلب لم يكن كل الدول العربية لها علاقات مهمة مع روسيا لكن الواقع أن هناك أزمة هناك حرب لا بد أن نجد سبيل لإنهائها وهذا لن يكون إلا بالانفتاح على سمع جميع الأطراف وجميع الأصوات الرئيس أوكرانيا أتيحت له الفرصة لمخاطبة الجامعة العربية هو كان حريصا للحضور ليسمع منه العرب ونحن كنا حريصون أن نسمع منه كما أننا حريصون بالتأكيد أن نسمع من الجميع لأن بدون أن نسمع وجهات النظر لن نستطيع أن نكون مساهمين فاعلين في إيجاد حل وأسترعي الانتباه أن منذ بداية الأزمة كان هذا موقف الجامع العربية حتى أن هناك في فترة قريبة من بعد اندلاع الأزمة يذكرنا ربما الأمين العام توجه وفد من عدد من وزراء الخارجية العرب للقاء الطرفين لمحاولة الدفع إلى التسوية عبر الحوار وهذه قناعة تبقى أن لا بد من حوار لحل هذه الأزمة لأن الأزمة لا تؤثر فقط على روسيا وإيقرانيا لكن تؤثر على كل دول العالم بما فيها دول العالم العربي يعني مثلما قال سموه الأمير الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر واضح لدى الجامعة بمعنى مثلا وزير الخارجية الروسية خاطب مجلس الجامعة في القاهرة مجموعة الوزراء العرب مجموعة لجنة الاتصال العربية التقت بلافروف مرة أخرى في سبتمبر الماضي في نيويورك اللجنة اللي بيشير لها سموه الأمير سفرت إلى موسكو في إبريل 2022 وأيضا إلى وارسو للقاء مع وزير الخارجية الأوكرانية وبالتالي الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر ضروري والدول العربية زي ما بتحدث تسعى للبحث عن تسوية وطرح رؤى فلا يمثل أكتر من هذا نعطي المايك للأسوشياتيات بريس سيجيكم المسار إن شاء الله إن شاء الله نحاول أن نصل لكن هناك من قبلكم في الدور سيصلكم الدور إن شاء الله سؤال إلى معالي الوزير سموه الأمير سمعنا مؤخرا انتقادات أمريكية شديدة للدول اللي طبعت مع الحكومة السورية شو رأتكم على هذا الشيء وفيه هل ستؤثر العقوبات الغربي المفروضة على سوريا على تدفق الاستثمارات في المستقبل وإعادة البناء شكرا شكرا جزيلا حقيقة يعني أنا تكلمت منذ فترة وذكرت أن وجهة نظر المملكة العربية السعودية ويتضح أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية أو عضاء الجامعة العربية أن الوضع القائم لم يكن قابل لاستدامة وأن لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بحوار مع الحكومة السورية وقناعتنا أن مثل ما ذكر معالي الأمين أن مكان سوريا هو داخل الجامعة ليكون هذا الحوار حوارا سليما لأننا نتحاور مع حكومة وهذه الحكومة لها سيادتها ولابد أن يكون حكومة منطقية نفهم وجهة نظر الولايات المتحدة وشركائنا في الغرب لكن لمعالجة التحديات القائمة لا بد أن نجد مقاربة جديدة وهذه لن تأتي إلا بالحوار وبالتأكيد سوف نتحاور مع شركائنا في أوروبا وفي أمريكا لمعالجة لنقول مصادر القلق وهناك في المقام الأول أزمة إنسانية الآن هناك لاجئين سوريين يريدون أن يريعدون لبلدهم لا بد أن نساعدهم لإيجاد السبيل العودة هناك وضع اقتصادي صعب في سوريا كل هذا نتيجة للوضع القائم الوضع القائم ضرره على المواطن السوري قبل أي أحد آخر لذلك نحن مهتمون بإيجاد حلول عملية واقعية وهذه لن تتم إلا بالتعاون والشراكة مع الحكومة في دمشق Wir Brerael We F nas En God call Can I available or to our partners Can I ask in english? Yes please World's Order Good evening I'm Meylan Salon from Le Monde I will speak in English because it's easier for me So the Syrian foreign ministers asked for support for reconstruction المترجم للسيحة التي ترجم لكي ترجمة التي ترجمة استخدامه فوق المترجم الاراป بالملاب لسيحة إذا كانت هذه المترجمات والإنقابة من سا Thanos مطار passed المتابعة الأمريكي في المتابعة المعركة. هي لم يتجنبها في المتابعة الأمريكي في المتابعة الأمريكي في كائرو. سيجرى في دولة عربية وكذلك المحتض للاجتماع هو الجامعة العربية ولن يحدث في بروكسيل أو الاتحاد الأوروبي نعم سنجري حوارا مع شركائنا في الغرب هناك بطبيعة الحال مخاوف بيننا وبين الغرب ونحن مهتمون بأن يعود اللاجئون السوريون بأمان إلى بلادهم سنعمل مع الحكومة في دمشق لتيسر هذا الأمر نأمل أن يكون شركائنا أيضا مستعدين للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف سنعمل وفق قرارات مجلس الأمن الأمم المتحدة تعلمون أن هناك قرارات تتيح إنجاز مشاريع للتعافي المبكر لكن الذي سنركز عليها هو مصلحات السوريين وأعتقد أن تلك المواقف المتحدة ليست بعدها بس يكون سؤال مختصر إذا تكرمت حتى نترك فرصة للجملاء في اليمين قد يكون الأمير العام لا يستطيع أن يبقى يعني لا تسيق معي القاهرة أنا حرحب به سمو الأمير عبدالله زبيدي قناة الشرق والنبي أنت عامل يعني سمو الأمير عندي طيارة الحديث الآن هو عن مسار خطوة بخطوة إحنا استمعنا للمسؤولين السوريين في هذه القمة كان الحديث بشكل خاص عن قضية الدعم الاقتصادي عن إعادة الإعمار هل هذا سيسبق التسوية السياسية قضية عودة اللاجئين؟ شكرا لن يسبق شيء شيء يعني هي خطوة بخطوة كما ذكرتها يعني وهذا حتى نهج يتبنى الأخوة في دمشق هما منفتحون على إيجاد حلول في هذا الإطار فهي خطوة مقابل خطوة لا كلنا ننتهي الآن شكرا لكم أصحاب السمو المعاني شكرا شكرا لكم وشكرا لكم على حضوركم إلى المعتبر شكرا جزيلا وإلى قاقر بإذن الله إذن اشتركوا في القناة شكرا لكم موسيقى